إن النهاردة إحنا عايزين مفيش حالات جديدة تجيلنا بفيروس C إيه بقى الغلطات اللي بنعملها وإزاي نحافظ على نفسنا من هذا الفيروس أولاً الأدوات الشخصية اللي في المنزل هي ممكن تلوث بالدم لازم لازم كل واحد يبقى ليه الأدوات الشخصية بتاعته حتى فرشة السنان فرشة السنان، فرشة الهلاقة، الصافة، المقاص، الفوت، أي حاجة ممكن تلوث بدم الأدوات الستات بتوضب بيها لوفرها وشخصية الكوافير أو الحلاق نفضل ما يحلقش أي إنسان دقنه عند الحلاق إلا بأدواته الشخصية أو بأداء اللي هي بتترمى بالضبط كده مرة واحدة تستعمل مرة واحدة مرة واحدة تسبوذبول وتترمي وخلاص لأن الحلاقين والكوافير هم أهم الناس ممكن ينقلوا العدوى بين وصنف الكرة والنجوع والأماكن يعني لازم أتأكد الحلاق بيحلق لي حتى لو تحت الجميزة زي زمان لازم بشفرة وادفع تمنها اللي هي بتستعمل مرة واحدة وتترمي بعد كنسا طيب عيادات الأسنان بقى دي مهمة جدا طبعا زماننا ونقول زماننا لأطباء الأسنان لازم يهتموا بالتعقيم ويعرفوا شروط التعقيم اللي هي لازمة بالتخلص من بيروسي وبيروسي بالزبط كده لازم دركة حرارة معينة لازم الأدوات تتحط في أوتوكلاف هو المريض وهو رايح لازم يشوف وليزم يسأل ويوعي أنا عايز أهتم بديه برضو يا دكتور يعني أنت حتىك بتكلم دكترة طب أنا كمريض وما أناش دكتور أنا أعرف منين أن العيادة دي فيها تعقيم كويس يسأل الطبيب مباشرة ويشوف عنده الأطباء في الفرن التعقيم والأدوات تطلع منه وتستعمل وتحط تاني في الحوض يعرف أنه هو أدواته اللي هتستخدم دي أدوات جديدة نظيفة معقمة وأنها بعد ما هتستعمل ما يستعملش تاني لمريض تاني إلا بعد ما تضغلاه بالضبط كده طبعا المستوصفات والمستشفيات دي ما نسميه مكافحة العدوة دي مهم جدا دي هو فيه ضلعين للقضاء على فيروس سي المتوطن فيه العلاج الناجح اللي بيقضي على المرض ثم منع الإصابات الجديدة لأن الإصابات الجديدة لسه لحد ما مرتفعة شوية